أحسن الله إليكم وبركة فيكم فضيلة الشيخ التسويف في أداء العمرة والحج لمن قدر عليه وقد بلغ الخامس والثلاثين ولم يعتمر ولم يحج هل يلحقه إثم في تأخيره للعمرة والحج؟ الحج والعمرة واجبان على كل مسلم يستطيع في العمر مرة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فريضة الحج والعمرة مرة واحدة في العمر لما حث الناس على الحج قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل وقال يا رسول الله أكل عام فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كرر الرجل السؤال فأعرض عنه وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع خط 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 خطوش بأمال حيام